وانا بجرم المبايل ده كده وبحضر لفيديو المميزات وفيديو العيوب بصراحة فيه كم ميزة معدود على الاصابع ولكن العيوب اللي في المبايل ده حرفيا دهيتني جدا منه ويمكن انت خليني اقولك ما تشتريش المبايل ده دايما في معظم مراجعاتي بقول المبايل ده في عيب 1-2-3-4 لو عايز تشتريه تجاوز العيوب دي وهاته ولكن فعلا المبايل ده العيوب اللي اقولها لك في فيديو العيوب انا لا انصح باقتنائه بسبب العيوب اللي موجودة فيه بس خليني اقول نتكلم عن المميزات المبايل ده عشان نتديره حقه في المميزات ويبقى انت ورده عرفت ايه هي مميزات الريدمي 12 وبناء عليه تقرر على المميزات اللي اقولها لك هل تجيبه او لا لا ولكن الفاضل طبعا نستاني فيديو العيوب ولكن لابن نتكلم في اي حاجة حاجة بس الفت انتباهك لحاجة اول مرة تشوفني ويحب اقولك ان انا حسين برو ودي قناتنا اللي نتكلم فيه عن نواد في الزكية وكمان المنتجات الاصلية والتقليد منها احابب افكرك بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تتابع معي كل جديد اول بقى وزي ما قلتو هو الكل فيديو رابط شراء المبايل ده ومواصفات الكاملة ومائزاته بكل شيء مكتوب وموجود في ديسكريبشن والتعليم المثبت وخليني مثلا نتكلم عن اول ميزة في الموبايل ده وهو تصميمه بالذات من ناحية الظهر تصميم الظهر زوجاجي وده يدي انطباع ممتاز جدا شكل الكاميرات واخد على الايفون بشكل كبير جدا لدرجة ان فيه ناس بتقول عليه ايفون غلابة ولكن يعني يا جماعة الشكل مش كل حاجة ما تدينيش شكل حلو يعني زي مثلا بيقولك المثل المصري من بره هلا هلا ومن جوه يعلم والله ايوا انت مديني منظر جامد وبص مش عارف ايه مفيش بعد كده ولكن كعتاد داخلي وكشغل داخلي بلاقي فيه عيوب يبقى انا عامل ايه بقى بالمنظر انت مدهوني مالوش اي لازمة فاول ميزة بصراحة تصميمه والشكل الجميل جدا وزنه اللي يقدر قولك متوسط مقدرش قول عليه خفيف يقدر بحوالي 179 جرام مع وجود اللون ده واللون الاسود منه ولكن انا شخصيا بفضل اللون ده لون جميل جدا بمعنى الكلمة مع وجود بصمة جانبية واطار من البلاستيك ودي اول ميزة وهي تصميم الموبايل الانسيابي العصري تاني ميزة بصراحة بتفرم اعنى شخصيا الاي ار بلاستر اللي موجودة من فوق الاي ار بلاستر دي للناس اللي متعرفاش بقدر ان انا شغل اي حاجة موجودة عندي بالرموت باستخدام الموبايل ابليكيشن موجودة على الموبايل ومنها بقدر تحكم في التكييف في التلفزيون في المروحة في اي حاجة من خلال الموبايل وصراحة كده حتى الان مافيش منافس صريح وواضح ينافس شاومي في حتة الاي ار بلاستر تالت ميزة اللي هي الشاحن اللي موجود مع الموبايل الموبايل جاي معاه شاحن وجراب من شاحن بس في حين ان فيه اجهزة كتير جدا متنزل حاليا من جير شواحن ولا جراب على رسوم السامسونج اللي اي 24 لما جبناه كان نازل بدون شاحن بدون جراب موبايل على الله اللي هو بس في كارتونة يعني كمان سنة ان شاء الله هتاخده الموبايل كده في كيس بلاستيك ولا يحدي ماغك لا شاومي هنا في فئة 6000 جنيه بتديك الموبايل معه شاحن بكودة 30 واط وكذلك معه بردو الوصلة ومعه جراب محترم بالاضافة لكل ذلك عليه سكرين بروتكتور ولكن زي ما قلت بالكده لا تعتمد على الطابة الحماية الموجودة او السكرين الموجودة لان هي مجرد بس ايه بتحكم من التخدش والتبصيم والكلام ده انما يفضل لما تجيب الموبايل تشيلها وتركب سكرين اقزاز عشان تحافظ على الجهاز الميزة رقب 4 دي موجودة في الشاشة حيثة 90 هرتز بصراحة دي ميزة 90 هرتز دي حاجة كويسة في الجهاز موبايل فيها اقتصادية بيديك شاشة 90 هرتز لا الثلاثة واضحة جدا والتسعين واضحة واخد حقها كامل متكامل عشان برضو ما نجيش على الموبايل في حاجة لا دي فعلا مميزات ومواصفات كويسة جدا موجودة فيه فما تستعجلنش كده عشان كام ما يخدناش وخلي فيديو العيوب ياخد حقه ميزة كمان استقرار الشبكة اللي في الموبايل ده الشبكة الموبايل ده معقولة ما قدرش قول عليها واو ولا قول عليها مثلا لو او ضعيفة لا انا عايز قولك ان الشبكات اللي في الموبايل ده معقولة عادية كشبكات الصالوي استقبال ووي فاي هي مستقرة فمن الاخر كده دي كام ميزة تعدى على الاصابع للريدمي 12 طبعا نتكلم عن عيوب الموبايل ده وايه هو بالتحديد اللي ديني في الموبايل ده في فيديو العيوب إلا يظهر في علامة الاي لو نزل بعد الفيديو ده على طول او في شاشة النهية علشان تروح تشوف عيوب الموبايل ده وتخلي بالك كويس قوي وتفكر مرة واثنين وثلاثة قبل ان تفكر تشتريه وعايز ابعت سلام وتحية مخصصة للناس اللي بتقول لي انت مطبلاتي لو انا مطبلاتي متفرجش علاقة تاني اعمل انسبسكرايب ورايح دي ماغك لان لو انت شيفني انت مطبلؐ تو هفضل مطبلاتي يعني اديني عقل كنت مقلباش Cypress الان اي ماذا يحصل مطبلاتي وانا نهار عليها شركات تحديدها ومش بنسني مفاسش علشان عمei في الخارجز فافضل مطبلاتي اعمي ثلاثًا المطبلاتوي الكامل انت من اضطر له اولاي حتى الص streets حتى دي هلما جاتلي من الصين من做 Get Select ايكلمت بكل صراحة واعبت في عيوب بسبب ان فيها مرحيز حتى لو الجهاز جايلي انا لا اهمني حتة التطبيل دي شلها من دماغك اه ولو مقتنع بها خليها في دماغك كوي من ان سبسكرايب وشيل حسين ده خالص من الذاكرة ونصرقش على تاني ليه بقى؟ عشان انا عايز راحتك النفسية عارف انت السلام النفسي هو ده انا عايزه ليه واس كده يا عام ديكت كل حاجة في فيديو النهاردة عن الكام ميزة اللي تعدى على الاصحاب المبايل ده فلو فيديو عجبك تعمل لايك مهم جدا تشارك في القناة واتفعل الجرس عشان تعمل كل جديد ونتقبل ان شاء الله في فيديو العيوب سلام يا عام